يعني انا ما عارف اذا انصدم بهذا الخبر ولا اقول اني كنت متوقع انا بصراحة ما عارف بس على العموم وفي الحالتين انا ميبورت وشكلا ما راح يرجع تقريبا باختصار الانمي اذا عنده مشاكل ولا انا ما قاعد احكي عن مشاكل من ناحية القصة ولا من ناحية الانيميشن هذول الاشياء حرفيا مشاكل ثانوية لان بقدر ما انت تحب او تكره هذا العمل كل هذا ما مهم هو ما مهم لان كيف ما تقلبها العمل اذا ناجح هو ناجح لانه بنى جماهيرية واسعة وخصوصا من ناحية اصدارات العمل الجديدة والارقام يعني ما تكذب لو اخذنا موقع زي مانغا بلاس اللي يعني هو يعتبر احد اكبر مواقع لتصفح المانغا فبوروتو حاليا يعتل الصدارة وماسك المرتبة الاولى من ناحية عدد المتابعين هو حتى سبق ججوتسو كايزو وان بيس يعني لا نستغرب من هذه لكن اوكي وبغض النظر اذا انت تعترف بهذا الموقع ولا لا اشاهد هنا هو ان العمل هذا ناجح فنظريا مفروض وبكل سرعة الستوديو المشغلة المفروض تحك يدينها مع بعض وتبدأ في العمل للمواسم القادمة لكن المسألة مبذي السهولة لو بيدهم يعيال الجماعة كانوا بدوا بالانيمي اليوم قبل بكرة لكن المسألة ان بوروتو العمل بالفعل عنده مشكلة تعكر من هذه العملية وهذه المشكلة باختصار هو قلة نزول المحتوى الجماعة بس ما عندهم المحتوى الكافي لتنزيل انيمي متكامل اذا بالفعل الجماعة سووها فحرفيا ما في فايدة لان على طول مثل ما الجماعة بدوا بالعمل فهم على طول راح يتخلصون منها بعدين لازم نستنى سنتين او ثلاثة ثانية عشان يطبقون الاحداث القادمة بعدين بريك بعدين سنتين او ثلاثة يعني راح يكون مشوار لو فكرت فيها الجماعة وقفوا الجزء الاول من الانيمي عند قرابة نهايته الجزء الاول من المانجا فيعني فعليا الجماعة يقدرون يخلصون الاحداث المتبقية في اربع او خمس حلقات بالكثير واما الجزء الثاني فمجددا حنا فعليا ما شفنا كثير من ذا العمل حتى الآن يعني برضو كل احداث بوروتو المتبقية اذا حكينا عن الجزء الثاني كمان الجماعة يقدرون يخلصونا في اعني عشرين حلقة او اقل فالأمانة أنك تسوي أنمي بذل طريقة يعني ما لا فايدة أنت بكذا تعبت الأديترز وفي نفس الوقت وهكت المتابعين لا 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 الحل الفعلي هو تجميع أكبر عدد من الفصول وأكبر عدد من المحتوى لخلق قصة متكاملة قصة كذا تقدر فعلا تقدر الجهد اللي الجماعة سوها وبصراحة كذا أبرك بكثير منك بس توقف العمل في نص الأحداث زي ما سووا في الجزء الأول التعليق اللي الجماعة سوها هنا يعني حرفيا ما لعذر تقدر فعلا تشوف أن الستوديو مشغلة بس طفشت من ذا البزر ووقف العمل بأقرب فرصة وبصراحة يعني ما ألومهم يعني بعد قريب 300 حلقة من ذا الشيء يعني حتى أنت رح تطفش يا أخي خلاص غلنا ناخذ بريك بس طال عمرك قاعدين نطلع الفلوس يا أخي خلاص يا أخي ما أهتم يرحم أمكم وقفوا والله طفشنا بس طال عمرك على الأقل خلنا نخلص الأرك ذا ما ينفع نعلق المتابعين لا خلاص أنت ما تفهم خلاص ما أبي أفكر بذا البزر ثاني مرة بس وقفوه ما ينلام وبصراحة هذا شيء ثاني للستوديو قاعد تأخذه في الحسبان النظام القديم ما رح يشتغل ما حتفاضي حرفيا ما حتفاضي يعني بالأول وفي بداية الألفية يعني كنت تقدر تسوي دي الحركة تقدر تسويها لأن المتابعين وقتها كانوا يعني غلابة يعني ماي جود أنا ما عرف كم منكم كان يتذكر بس نهاية الجزء الأول من ناروتو كان كارثة كان معاناة حرفيا ما أظن أحد تابع الأحداث الأخيرة من القصة أنا متأكد إن شريحة كبيرة منكم بس نط الأحداث الأخيرة وبدأت على طول بناروتو شفودن وللناس اللي ما تعرف وش قاعد أقول آخر 77 حلقة نعم هذا صحيح 77 حلقة من الجزء الأول من ناروتو كان فيلر ويعني أنا تابعت شريحة منهم معظمهم كانوا أوكي إلى سيء يعني روتيبي كده تطفي عقلك وتتفرج مغامرات ناروتو وبقية أطفال كونها فيعني ذلك الحلقات لك بس بشكل عام كانوا سيئين وكثير منهم ما عندهم أي علاقة أو حتى أي منطق بالقصة الفعلية في الواقع أظن ساكورا كشخصية خسرت هيبتها بسبب ذلك الفلر لأن في تقريبا كل حلقة فيلر هي قاعدة تضرب ناروتو أو بس يعني ما تهتم فيه وهذا نهائيا مو بالواقع نعم هي كشخصية كانت قادرت تكون أفضل بس بشكل عام يعني ذول الفلر ما ساعدوها إذا حكينا عن شعبيتها بصلاحة وهذا غير سالفة إن ذول الفلر خربوا متعة مشاهدة العمل بشكل عام كده رح يكون عندك شريحة من الحلقات تابعة للقصة الأصلية وبعدين بام شريحة أكبر من الحلقات يعني بس فيلر نعم مثل ما ذكر تقدر تسويذي الحركة في 2010 بس الحين ومع تواجد العديد من الأعمال الجديدة اللي برضو بنفس الجودة إن لم يكن أفضل المتابعين بس رح يطنوا شون ده الاستهبال ويتابعون الأعمال اللي فعلا تحترم متابعينها بس الشيء المضحك هنا إن أنمي بوروتو كانوا يحاولون يكونوا أذكياء شوي وبصراحة أهني الشخص اللي فكر بذي الحركات بس يعني باختصار لو تروحين قائمة الفلر حقت بوروتو رح تشوف إن شريحة كبيرة من الحلقات أخضر وفي هذا أنت يمكن رح تستغرب كيف كل ذول حلقات أخضر مو بمعظم حلقات بوروتو فيلر تقريبا باختصار الأنمي عرف بشيء اسمه أنيمي كانن وهذا يعني إن الحلقات ذول إلى حد ما مبفلر وقد يبانون في الأحداث الأصلية يعني عشان وأطول عليكم يعيال الحلقات ذولي حصلت في الأحداث الأصلية بس الأحداث كانت جدا تعبان لدرجة إنها ما تنذكر في المانغا يعني هذا الحلو من كذر ما هو ما مهم هو ما موجود في المصدر الأصلي فيعني طبيعي إذا الأحداث تعبانة وهي حتى مبكفو تكون في المانغا فليش أي واحد حتى يهتم فيهم والأرقام ما تكذب المتابعين اللي يتابعون بوروتو فقط تتابع الأحداث التابعة للمانغا أي شيء غير كذا حرفيا ما حد يهتم والأمانة إذا رجعنا لعقلية الستوديو هنا طبيعي الستوديو رح تزعل إذا شريحة كبيرة من المتابعين فقط يتابعون 20 أو 30 في المية من عدد الحلقات إنك تسوي أنمي بشكل عام مبسهل ويتطلب فلوس وآنيميترز وإلاخ وإلاخ فيا هو مرة واضح إن الجماعة ما يبون يسوون نفس الخطأ في الجزء الثاني من العمل وعشان كذا يعني أنا ما بأقول إن الأنمي مستحيل يرجع لكن على الأقل رح ياخذ وقت طويل إلين ما يرجع يعني حسب التسريبات موعد نزول الأنمي قد يكون في عام 2027 أو حتى 2028 فيعني هم قاعد يستهبلون واضح إنهم يبون يجمعون أكبر عدد من المحتوى ويصنعون أفضل مستوى من الأنميشن عشان يعطون للعمل حقك ويعني الجماعة يمكن شافوا الموسم الجديد من بليتش كمثال الموسم هذا يمكن أخذ وقت طويل عشان ينزل لكن ماي جود لما نزل الأنميشن بس كان في مستوى ثاني فيا لكن نشوف يمكن الجماعة يغيرون رأيهم يقربون موعد النزول لكن الشي الأكيد هو إنهم ما رح يسوون نفس الأخطاء اللي سووها في الجزء الأول في كل الحالتين على الأقل المانغا مواصل ومولع فعلى الأقل عندنا هذا لكن أنتم مش رأيكم هل أصلا رح تتحمس إذا الأنمي رجع وإلى المانغا أكثر من كافي لرواية القصة وفي الختام أتمنى أعجبكم المقطع ولا تنسون الدعم بالاشتراك اللايك والشير رح يساعدني مرة في مواصلة إنتاج المزيد من المحتوى وسلام